اليوم إن شاء الله نتكلم عن قصة الخضر عليه الصلاة والسلام بشيء من الاختصار ثم نرد على شبهات الصوفية لأن جماعة موضوع الخضر ده بالذات الصوفية لعبوبه لعب تقيل جدا أعدي مواحد قال لي قيت الخضر هنا في الكلاك لقيت ما أعرف لقضعية ونصنق قال لي قيت نبي الله الخضر في الكلاك واحدين بيقولوا برضو الخضر بيجي بيشرب من السبيل الفي الشوارع وبل في واحدين برضو دراويش ينخدروا مرقع بيشحدوا في الشوارع وفاكين وهمة في الناس إنه أي دول شحات وهو درويش من عباد القبب والقبور إنه ده الخضر ذاته نبي الله الخضر ليه فاكين أشوف هذه الدراويش عشان تدي قروش لو ما ديده يقول لك أنت أبيت تدي نبي الله الخضر فهل نبي الله الخضر كان شحات يسأل الناس هذا كلام باطل وده من أبطل الباطل عشان يأكلوا قروش عباد القبب والقبور يصفوا هذا العبد الصالح عليه الصلاة والسلام بهذه الصفات الذميمة والعياذ شكرا كان واجب علينا ندرس قصة ونرد على جميع الشبهات اللي بجبوه حوله ومنظم الشبهات اللي بجبوه حوله يقول لك يا أخي علم الباطن وعلم الظاهر وعلم الريعة وعلم الحقيقة وده كل هنا ابن حجر العسقلاني رحمه الله رد على الشبهات دي ده كتاب فتح البطل شرح صحيح البخاري والقصة جات في صحيح البخاري ومسلم الله النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام وكذلك جات في القرآن كما في صورة الكهف فنقرأ سريع ونشوف الرد على هذه الشبهات روى البخاري بصحيحه برقم مية اثنين وعشرين ورقم اربع وسبعين ورقم ثلاثة الف واربعمية وجابه في عدة مواضع من كتابه صحيح البخاري ونحقر المواضع برقم الحديث مية اثنين وعشرين عن سعيد ابن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما إن نوفا البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل إنما هو موسى آخر فقال كذب عدو الله حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا أعلم فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم قال يا ربي وكيف به فقيل له احمل حوتا في مكتل فإذا فقدته فهو ثم فانطلق وانطلق بفتاه يوشع ابن نون وحملا حوتا في مكتل حتى كان عند الصخرة وضعا رؤوسهما وناما فانسل الحوت من المكتل اتخذ سبيله في البحر سربا وكان لموسى وفتاه عجب فانطلقا بقية ليلهما ويومهما فلما أصبح قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا طبعا ده الحديث البحكي والنبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصيبة ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به فقال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحد فقال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثيرهما قصصا فلما انتهيا إلى الصخرة إذا رجل مسجا بثوب أو قال تسجى بثوبه فسلم موسى فقال الخضر وأنا بأرضك السلام فقال أنا موسى قال موسى بني إسرائيل قال نعم هذا الشاهد طبعا من أجله أورد ابن عباس الحديث إن موسى المقصود في غصة الخضر هو موسى الرسول كليم الله الذي أرسل إلى بني إسرائيل قال نعم قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال لك لن تستطيع معي صبرا يا موسى إني على علم من علم الله علمني لا تعلم أنت وأنت على علم علمكه لا أعلمه قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولك أمرا فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوه على حل السفينة يعني في طرف السفينة فنقر نقرا أو نقرتين في البحر فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصور في البحر فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه فقال موسى قوموا يعملون بغير نول عمدت إلى سفينته وحرقتها لتغرق أهلها قال ألم أقل إنك لم تستطع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت فكانت الأولى من موسى نسيانا فانطلقا فإذا غلام يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده يعني قتل الغلام فقال موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض في القامة قال الخضر بيده فأقاله فقال له موسى لو شئت لاتخست عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله موسى لو ددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما رواه البخاري ومسلم دي الجصة باختصار شبهات الصوفية شبهات من أجنو طيب الشبهة الأولى قال الخضر أعلم من موسى عليهما الصلاة والسلام والرد كله ما حقه الرد حق العلامة الحق من حجر والوسلف النقل عنه ومرد بس شان تشوف ذاته ابن حجر ده من أكثر العلماء الرد مصوفية الصوفية يتمسحوا به وساكن طيب فقال الخضر ده أعلم وكذا الرد قال ابن حجر والحق أن المراد بهذا الإطلاق اللي هو في الحديث هو أعلم منك الجزء من الحديث المراد بهذا الإطلاق تقييد الأعلمية بأمر مخصوص يعني الخضر أعلم من موسى لكن في أمر مخصوص ما أعلم من موسى العلم كله أعلم من موسى مطلقا لا في الإطلاق موسى أعلم من الخضر مطلقا لأن موسى ورسول وهو كليم سبحانه وتعالى واستطرد الله سبحانه وتعالى برسالاته وبكلامه على الناس وله من الفضائل الكثيرة التي ليست عند الخضر عليه الصلاة والسلام قال والحق أن المراد بهذا الإطلاق يعني هو أعلم منك تقييد الأعلم بأمر مخصوص ليه لقوله بعد ذلك قول الخضر ذاته إني من علم الله علمني لا تعلمه أنت وأنت يا موسى على علم علمكه الله لا أعلمه باعتراف الخضر نفسه إن الموضوع في حتة مخصوصة لكن بالعلم بالإطلاق موسى علمه لا يقارن وفضله وما كانته عند الله لا تقارن بما كانت الخضر عليهما الصلاة والسلام طيب اتنين الصبي قال الخضر رجل صالح ما نبي الصحيح ونبي قال ابن حجر ومن أوضح ومن أوضح ما يستدل به على نبوة الخضر قوله تعالى وما فعلته عن أمري يا في القرآن وفي السنة رواية موسى نفس الحديث ده قال وكيف الخضر قال لموسى وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا شيء أمرت به أن أفعله إذا رأيته لم تصبر شيء شنو أمرت به أن أفعله شغل كله كان بوحي من الله سبحانه وتعالى إذن هو نبي شكرا جاء في القرآن في سورة الكهف وما فعلته عن شنو يا جماعة عن أمري قال ابن حجر وينبغي اعتقاد كونه نبيا ينبغي اعتقاد كونه نبيا لألا يتذرع بذلك أهل الباطل قال لهم ذلك صوفية لأن نشوف كلامه لألا يتذرع بذلك أهل الباطل في دعواهم أن الولية أفضل من النبي حاشا وكلا حجر قال لك يا بغي إنك تعتقد إن الخضر شنو نشوف وأقول والله أعلم يخل والخضر ما نشوف الصوفية برضو ما عندهم شبهين بالمناسبة ولا يقدر يدخل يحشر نخرتم هنا لا برعي لا كباشي لا ركيني لا صايم دي يحشر نخرتم هنا لأنه باتفاق العلماء الخضر الخضر كان نبي واللولي صالح هو على شريعة غير شريعة موسى عليه الصلاة والسلام لأنه موسى كان رسول لبني إسرائيل فقط رسول لبني جنو إسرائيل فقط فالخضر في شريعة لو كان هو نبي شريعة لو هو عبد صالح ولصالح ما نبي يبقى على شريعة نبي تاني غير شريعة منه النبي موسى عليه الصلاة والسلام يبقى الحاجات العمل دي يقول لك دعي المباطن غيره دي تبقى من الشريعة اللي كان عليها الخضر إذا كان نبي من شريعة هو ولا غير شريعة موسى إذا كان عبد صالح ولي من شريعة النبي اللي هو متابعه غير شريعة موسى إذن دماء المباطن ولا غيره ولا الهوس إذن حتى لو نبي ولا ولي صالح ما نبي برضو الصوفي ما عندهم شبهين طيب النقطة الثالثة أيهما أفضل موسى أم الخضر قال ابن وقع لبعض الجهلة أن الخضر أفضل من موسى يعني اللي بقول الخضر أفضل من موسى الحافظ ابن حجر قال دلي شنو جهلة تمسكا بهذه القصة وبما اجتملت عليه وهذا إنما يصدر ممن قصر قصر نظره على هذه القصة ولم ينظر فيما خص الله به موسى عليه السلام من الرسالة وسماع كلام الله لأن موسى رسول بالاتفاق وكل رسول هو رسول ونبي جمع بين الاثنين بين الرسالة والنبوة والخضر بالاتفاق لا رسول إما هو نبي وده الصحيح الذي نعلمه أو عبد صالح يعني شنو يعني ما نبي ففي الحالتين ما رسول لكن موسى بالاتفاق هو رسول ونبي وهو كليم الله سبحانه وتعالى فهو أفضل من الخضر بكل هذه الجهاد لذلك قال ابن حجر ولم ينظر فيما خص الله بموسى عليه السلام من الرسالة واحد وسماع كلام الله اثنين لأن ربنا قال لي إني اصطفيتك برسالاتي وبكلامي على الناس اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي وعلايه التوراة فيها علم كل شيء ثلاثة وإن أنبياء بني إسرائيل كلهم يجلون تحت شريعته أنبياء بني إسرائيل كلهم داخلين تحت شريعة موسى عليه الصلاة والسلام ويخاطبون بحب نبوته حتى عيسى لشأن كذا الجن قالوا إنا سمعنا كتابا لمن سمعوا الغرآن كان يتلوه محمد عليه الصلاة والسلام قالوا إنا سمعنا كتابا أنزل منه موسى مع النبي والرسول القبل محمد عليه الصلاة والسلام وعيسى وعيسى بي يوم محمد عليهم جميعا صلاة والسلام لكن الجن سمعوا القرآن من نبينا عليه الصلاة والسلام قالوا إن سمعنا كتاب أنزل من بعد شنو موسى ما قالوا من بعد عيسى مع إنهم من بعد عيسى ليه لأن كتاب عيسى ورسالة عيسى إنما هي متممة ومكملة لرسالة موسى لأنها هي الأصل هي الأصل شاكد ابن حاجر قال شنو قال وإعطاه التوراة فيها وكل شيء وإن أنبياء بني إسرائيل كلهم داخلون تحت شريعته يعني تحت شريعة موسى ويخاطبون من نبوته حتى عيسى عليه الصلاة والسلام طيب وأدلة ذلك في القرآن الكثيرة ويكفي من ذلك قوله يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي وسيأتي حديث الأنبياء من فضائل موسى ما فيه كفاية قال والخضر وإن كنبيا فليس برسول باتفاق لكن موسى شنو رسول ونبي فالخضر هو نبي ما عبد صالح فقط إنما نبي ما فيه أحد من العلماء قال هو رسول أصلا فما بالحق موسى عليهم الصلاة والسلام قال والرسول أفضل من نبي ليس برسول ولو تنزلنا على أنه رسول فرسولة موسى أعظم وأمته أكثر فهو أفضل عشان كده يوم الغيامة في حديث ابن عباس البخاري حديث الطويل النبي صلاة والسلام قال فنظرت فإذا سواد عظيم أم عظيم جدا فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم وفي رواية أعظم فقيل لي هذه أمتك يا رسول الله ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب الحديث فأمة موسى هي من أكبر الأمم بعد أمة النبي الله عليه وسلم قال وغاية الخضر أن يكون كواحد من أنبيان إسرائيل وموسى أفضلهم على جميعنا الصلاة والسلام وإن قلت إن الخضر ليس بنبي بل ولي فالنبي أفضل من الولي وهو أمر مقطوع به عقلا ونقلا والصائر إلى خلافه كافر ودك لما الصوفية الصوفية بيقول ما قام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي يعني الولي أول بعد ذاك النبي بعد ذاك آخر واحد عنده الرسول ذا الصوفية ابن حجر قال اللي بيقول كذا ذا كافر هيا صوفية برضو تاني بيقول ابن حجر قال ابن حجر قال اللي بيقول عقيدتكم دي كافر قال والصائر إلى خلافه لأنه أمر معلوم من الشرع بالضرورة والبنكر المعلوم من الشرع بالضرورة شنا جماعة كافر باتفاق العلماء طيب النقطة الرابعة وهي رد قوي جدا من الحافظ ابن حجر في شرعه لقصة الخضر عليه السلام على أصل عقيدة الصوفية اللي هي عقيدة الزندقة حوريك الزندقة دي ذات القالم قال حجر ذهب قوم من الزندقة إلى سلوك طريقة تلزم هدم أحكام الشريعة نال ليه اللي بيقولوا الكلام الجايدة دي للزندقة شوف ده كلام الصوفية ذاته ولا معه قالوا إنه يستفاد من قصة موسى والخضر أن الأحكام الشرعية العامة تختص بالعامة والأغبيع الصلاة والحج والتوحيد والصيام والزكاة والصدقة وبر الوالدين الدين يعني كله قالوا دي حقة الأغبيع والعامة وأما الأولياء والخواص ده ابن حجر نحن قلنا برضو وأما الأولياء والخواص فلا حاجة بهم إلى تلك النصوص بل إنما يراد منهم ما يقع في قلوبهم شاكيدة جماعة يقول لك حدسني قلبي عن شنوك عن ربي ده كلام الصوفية وده كلام محمود محمد طه وده كلام نسلق الرائزات لأن عقيدتهم هي أصل عقيدة الصوفية طيب وأما الأولياء والخواص فلا حاجة بهم إلى تلك النصوص بل إنما يراد منهم ما يقع في قلوبهم ويحكم عليه بما يغلب على خواطرهم لصفاء قلوبهم عن الأكدار وخلوها عن الأغياب فتغني لهم العلوم الإلهية والحقائق الربانية فيقفون على أسرار الكائنات ويعلقون على أحكام الجزئيات فيستغنوها عن أحكام الشرائع الكليات كما اتفق كما اتفق للخضر فإنه استغنى بما ينجلي له من تلك العلوم عما كان عند موسى ويؤيده الحديث المشهور أفتي قلبك وإن أفتوك ده كل كلام الصفية يلا بعد درة ابن حجر قال قال القرطبي والقرطبي ده مالكي لا حظة الحتة دي ابن حجر شافعي قرطبي ده مالكي طيب والجماعة بقول لك نحن مالكية ما عندما يعلقة بمالك قال القرطبي المالكي وهذا القول القول الفادة ناس اللي بقول لك علم الحقيقة والشريعة وعلم الباطن وعلم الظاهر ده حق الأغبية وحق العوام أما نحن خاصة الخاصة عندنا علم الباطن وذكر الباطن قال القرطبي المالكي وهذا القول زندقة وكفر أها ده كلام وهابية برضو قال القرطبي المالكي وهذا القول زندقة وكفر لأنه إنكار لما علم من الشرائع عليك الله أسمع الكلام ده لذا تعرف الصفية ده على باطل وضلال مدين شكرا ما يغشك واحد أخو مسلم عمل ليسك سوكا هنا وقل لك أن الإسلام ده خلص شوف الزند قد يكف قال فإن الله قد أجرى سنته وأجرى كلمته بأن أحكامه لا تعلم إلا بواسطة رسله السفراء بينه وبين خلقه المبينين لشرائعه لشرائعه وأحكامه كما قال تعالى الله من الملائكة رسلا ومن الناس وقال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته وأمر بطاعتهم في كل ما جاءوا به وحث على طاعتهم والتمسك بما أمروا به فإن فيه الهدى وقد حصل العلم اليقين وإجمعوا السلب لذلك فمن ادعى أن هناك طريق أخرى يعرف بها أمره ونهيه غير الطرق التي جاءت به الرسل جاءت بها الرسل يستغني بها عن الرسول فهو كافر يقتل ولا يستتاب ده ما بنتظروا ذاته يتوب ده بيقتلوا طوال بعد ذلك يشوف موضوعه شنو قد ده قال وهي دعوة تستلزم إثبات نبوة بعد نبينا شكده ناس محمود محمد طه لأنه من هاي يوم ذاته صوفي قال فيه كتاب الرسالة التانية للإسلام قال فيه رسول تاني بيجي قال الرسالة ما ختمت قال محمد تاني بي رسول انطلق من وين هذه العقيدة الكفرية عقيدة الزندق والإلحاد بيقتل فهم بقم إنه في ناس عندهم دين بيأخذوا من الله طوال وده اسم دين الباطن علم الباطن أو علم الحقيقة قالوا علم الشريق قالوا ده جواء الرسل والأمس والصحابة والناس لكن قالوا إحنا خاصة الخواص أخص من الأنبيزات إحنا العلماء قال لك ده الكفار اللي بيقولون طيب قال وهي دعوة تجزم إثبات نبوة بعد نبينا لأن من قال إنه يأخذ عن قلبه لأن الذي يقع فيه هو حكم الله وأنه يعمل بمقتضاه من غير حاجة منه إلى كتاب ولا سنة فقد أثبت لنفسه خاصة النبوة كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن الروح نفث في روعي قال وقال نغنى عن بعضهم أنه قال أنا لا أخذ عن الموتى إنما أخذ عن الحي الذي لا يموت أشعر كده البرع قال كده البرع قال وروا حديثا صح عن مختارهم بغير وسطة البخاري الإسلمين بيأخذوا من الله طوالي قال شفت كيف قال القلط بقال وقد بلغنا عن بعضهم أنه قال أنا لا أخذ عن الموتى وإنما أخذ عن الحي الذي لا يموت وكذا قال آخر أنا أخذ عن قلبي عن ربي قال القرط بالماكي وكل ذلك كفر باتفاق أهل الشرايع ونسأل الله الهداية والتوفيق وقال غيره من استدل بقصة الخضر على أن الولي يجوز أن يطلع من خفايا الأمور على ما يخالب الشريعة ويجوز له فعله فقد ضل ولما تمسك به صحيحا فإن الذي فعله الخضر ليس فيه شيء مما يناقض الشرع وبعد ذا والخضر عمل شنص عمل ثلاثة حاجات ودفع البمسكو يقول لك دعي المالباطن خرغ السفينة وقتل الغلام وأقام الجدار تاني سوى شنوه يلا شوف فالندا لك كيف القرط بالملك رحمه الله قال فإن نقضى لوح من ألواح السفينة لدفع الظالم عن غصبها ثم إذا تركها أعيد اللوح جائز شرعا وعقلا ولكن مبادرة موسى بالإنكار بحسب الظاهر أصلا قصة خرغ السفينة شنوه في مالك زي ما جاء في الآية في مالك كان بيأخذ أي سفينة سالمة بس رجالة كده بشيلة ظلم يقلعها من صاحبة لكن لو لقى فيها قد أو كسر ما بشيلة فالخضر قد فيها قد وصح أصاب السفينة بعيب صغير لتسلم جميع السفينة من هذا الملك الغاصب الظاهر بعدما الملك يوم مقدودة يرجع برجع القد تاني ما خشبت قال لا بحاجة ده لا علم باطن ولا هوس بتاع صفية ده من باب دفع المرسد العليا بالمرسد الصغرى المرسد العليا إنه شيل السفينة كلها المرسد الصغرى إنه يجد السفينة وتكون مملوكة للمساكين الذين يعملون في البحر وتاني يرجع القد دي تاك 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 بشاكوشه مسماره خشبت وانتا ولا بتحتاج نجار ذاته ده واحد يبقى ما فيهن علم علم باطن اتنين وقد واقع ذلك واضحا في رواية أبي اسحاق التي أخرجها مسلم داري عضد ليك الأولى دي وهي إذا جاء الذي يسخلها يعني يشيلها اللي هو الظالم ده فوجدها منخرقة تجاوزها فأصلحوها دي رواية عديلة النبي قال كده صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم اتنين وأما قتله الغلام فلعله كان في تلك الشريط غلام مكان عقوى الدين زي ما عندنا نحن الزاني المحصن بيرجم حتى الموت يقتل رجما صحيح ولا ما صحيح وعندنا قاتل النفس متعمد برضو شنو يقتل وعندنا احكام بيقتل فيها الانسان قال ربما كان في شريعتهم انه عاق الوالدين والوالدين يقتل ده اتنين ثلاثة اقامة وأما اقامة الجدار فمن باب مقابلة الاساء بالاحسان والله وعلا جمعوا بيضيفوه والجدار دارين قط فقام قوموا ليهم بالاحسان وكان تحت شنوية معه كنز لانه الجدار لو وقع الكنز حالو هيتكشف وحيسرقوا الناس ويشيلوا فهذا الموضوع السبب الاول مقابلة الاساء بالاحسان السبب التاني حفاظا على الكنز الذي للغلامين اليتيمين اذا ما في حاجة يسمع المباطن لنص القرآن ربنا سبحانه وتعالى قال وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ النقطة الخامسة والشبه الخامسة والآخيرة حياة الخضر السبب يقول لك الخضر لا في وكل درويش عفن لا فيما استحمله اتناشر شهر يقول لك ذا نبي الله الخضر داروا سخان ما يمكن فإن الله جميل يحب الجمال كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الخضر ابن حجر زكر الأدلة على موته تحت هذه القصة لمن البخاري جابه برقم ثلاثة ألف أربعمية من صحيح البخاري ذكر أدلة كثيرة منها والعاقل المؤمن بكفدل الواحد ربنا سبحانه وتعالى قال وَمَا جَعَى لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ أَفَإِن مِتَ فَهُمُوا ما ببشر ربنا جعله الخلد في الأرض أي بشر وحتى سيدهم سيدهم وإمامهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مات ربنا قال إنك ميت وإنهم شنو ميتون وربنا عز وجل لما مات النبي عليه الصلاة والسلام وعمر بن الخطاب طلع سيفه أو بكر الصدوجة للأوم الآية من كتاب ربنا عز وجل فقال قال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم الآية فكل الصحابة بيقوا يتلوها كلهم بيقوا يتلوها فالنبي عليه الصلاة والسلام اللي هو أفضل من الخضر عليه الصلاة والسلام مات مات فما في أبدا على وجل الأرض بشر عند الخلد في الأرض كما قال الله سبحانه وتعالى هذا وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم